اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير في الحاجة مع سبب ان انا بقى لي كتير جدا ما لعبتش لعبة بوب جي رغم ان انا في الاخر يعني بدأت تحبه وكده هو اني معانتش معانتش بقى الناس اللي لعب معه بسهوليان مثلا ايه انا كنت في الاول بقى لعب مع عمر الولى حريف ده من ماليزيا صراحة في الفتر الاخرى هو بقى مشغول وبقى صعب جدا يعني اوقاتنا معدش متوافقه مع بعض فمعانتش بقى قدر العب معه خالص وفي ناس تانية برضو عرفها عندها اللعبة بس ما بشوفهمش فتحني اللعبة كتير او ما بعرفش وصلهم في الوقت اللي انا اصلا يا جماعة معلش ظروفي كيوتيوبر ان انا مش يعني لوقتي مش بعرف ازبطه مع وقت الناس صراحة يعني اغلبية الناس اللي عندي عندها بوب جي انا مش عارف ازبط وقت معهم فمن الاخر يا جماعة انا ان شاء الله بكرة عايز لعب لعبة بوب جي هخش في التوقيت تقريبا ما بين ستة او سبعة اللي انا محتاجه بالزبط تلاتة حريفة في اللعبة هنخش سكواد مع بعض عايزين نعمل فيديو حلو معلش كمان بتأسف لكو يعني هو مش كل الناس طبعا اللي هتضفني هقدر لعب معها بس يا الفكرة كلها ايه انت ضفني مش هتخسر حاجة اني ممكن يعني فرضل حتى لو معرفتش هلعب معك بكرة اه ممكن هلعب معك يوم تاني فمسا ايه انتو كل الناس اللي عندها بوب جي ضفوني في اللعبة انا اسمي على ستين فادي بومبر من غير اه مسافات هكتب لكم الاسم ده في الوصف وهتلاق لينك الدسكورد بتاعي اه في الوصفة بعتزر لكم وحاليا الدسكورد بتاعي مش متزبط يعني مش عارفة زبطه اللي هو بحيس الناس تعرف تلعب عليه يعني انا بس اللي بعرفة استخدمه حاليا في انها نلعب مع الناس انما الناس بتخش على الدسكورد بيلاقوا الروب مقفولة يعني الصوت مكتوم فانا مش عارفة زبط الحاجات دي معايش دلوقتي فمؤقتا بستخدمه بس في انها نلعب لغاية ما اه قدام شوية حاول اشوف يتزبط ازاي او خلي حد يزبطه او كده جاريت تدفون يا جماعة وانا عايز تلاتة حريفة اللي شايف نفسه حريفة او في اللعبة ديت عشان انا عايزين نعمل فيديو حلو جماعة لان انا بصراحة ميح في اللعبة خلص يعني انا وحش جدا في اللعبة صراحة فعايز تلاتة حريفة نعمل سكواد يبقى فيديو جميل جدا جدا بس الفكر كل انا مش هتفق مع احد بموعيد بمعنى كل اللي جاهز بلعبة ببجي يخش في الدسكورد ويدفن على ستيم انا بقى هخش في الفترة ما بين 6 ل7 اللي هلاقي موجود هلعب معاه على طول مش هتفق مع احد اللي موجود هلعب معاه على طول وعشان ما انضيعش الوقت بس كده وشكرا جدا لكم وإلى اللقاء اخر في فيديو جديد